السعودية والإمارات تقتربان من إطلاق عملتهم الرقمية المشتركة وسبيمكو ستوزع لقاح كورونا من خلال الشركة الألمانية كيورفاك وبريطانيا ستبدأ التطعيم بلقاح فايزر باينتك بعد سبعة أيام أهلا بكم في الأسواق العربية في بيان المشتركة أعلن البنكان المركزيين للسعودية والإمارات عن إطلاق تقرير النتائج مشروع عابل العملة اللقمية المشتركة لدولتين ويهدف هذا المشروع إلى إصدار عملة رقمية صادرة بشكل مشترك بين سامة ومصرف الإمارات المركزي على أن تستخدم فقط من قبل البنكين المركزيين والبنوك المشاركة في المبادرة كوحدة تسوية لعمليات البنوك التجارية في كل البلدين سواء كانت عمليات محلية أو عمليات بين حدود السعودية والإمارات ومن شأن مشروع عابل تسهيل التحويلات المالية بين البنوك في البلدين بشكل يضمن تقليص مدة إنجازها وتخفيض تكلفتها أيضاً وقعت شركة سبيماكو مذاكرة تفاهم غير ملزمة مع كيورفاكا الألمانية لتوفير لقاح فيروس كورونا في المملكة وبمجب مذاكرة التفاهم ستقوم سبيماكو بالتقدم للحصول على الموافقات اللازمة لجميع المتطلبات التنظيمية المتعلقة بتجيل وتوريد وتوزيع اللقاح ثم اتفاق النهائي على البنود التجارية اجتملت مذاكرة التفاهم على إمكانية توسيع حقوق التوريد والتوزيع لاحقاً لتشمل الإمارات والكويت والبحرين وسلطنة عمان يذكر أن اللقاح كيورفاك يتميز بظروفه التخزينية الروتينية مما يساحل عمليات النقل والتخزين صرحت مصادر لصحيفة فينانشل تايمز أن بريطانيا ستصبح الدولة الأولى التي تعتمد لقاح فيروس كوفيد الذي تورته فايزر وبايونتك على أن تبدأ عمليات التطعيم اعتباراً من السابع من ديسمبر طلبت بريطانيا رسمياً من الهيئة المنظمة لقطاع الدواء MHRA بتجاوز قوانين الاتحاد الأوروبي وتقييم فعالية اللقاح لاستخدامه في البلاد كما طلبت الحصول على 40 مليون جرعة من اللقاح الذي أثبتت التجارب فعاليته بنسبة 90% في الوقاية من فيروس كوفيد هو الذهب بـ 2% يوم الجمعة وذلك ليتراجع عن مستويات 1800 دولار للأنصة وهي أدنى مستوى في خمسة أشهر يأتي ذلك في ظل بيع المستثمرين للمعدن الأصفر وسط الأنباء الإيجابية لقاح كورونا والانتقال السلس للرئاسة الأمريكية تراجع الذهب الأسبوع الماضي بـ 4.7% وهي أكبر خسارة أسبوعية له منذ أسبوع الثالث عشر من مارس الماضي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر